لاعبية الشبيبة وكأنهم يلعبون بالتصوير البطئ هذا كلام حافظ دراجي ماش كلام الجمهور لغضب تقولوا باللي كيربهوا تكونوا معهم كي يخسروا دوروا لهم صدقوني اللعبين في الشوطان يمشون هدف أضحوك هدف تسجل على شبيب القبائل أضحوك غضب كبير من جماهير شبيب القبائل على المدرب وعلى اللائبين دلونا لايك الفيديو وعبوني في القناة وتركونا تاريخ من هو سبب الخسارة مواقي كل الجمهور يقولوا مواقي وبعدها عندك المدرب الذي لم أفهم ماذا فعل في هذه المباراة ماذا فعل في التغييرات كيف قاعد يخمم من الله يصدقوني كلام كبير من الكارثة رانا خصلنا أمام أضعف نسخة تافيطة كلاب والله فريق فيتا كلاب بهذا المستوى ضعيف جدا 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 ليس هذا كفيتا كلاب تاب كليلي كان مرعب وكان يحب لكبه تربحه هذا الفريق فيتا كلاب نربحه فاصل مو نربحه به أرياحية نربحه ثلاث كورات على بعضها مكا باس ما كانش يعني ثلاث مريرات على بعضها ما كانش والله ستتفرش المحضش مع حافظ دراجي قال كلام كثير قال لك بعدها اللاعبين والله كلام كثير هضروه قال لك بعدها لعبين بتصريحات تحمي يقول لك رانا والسخانة وكذا والله كلام ورسالة مشفارة يعني ما كان له ديرونا الأسباب الضعف ضعفكم الضعف ضعف والمدرب الضعف ضعف التسيير والتخطيط واللعبين اللي جبتوهم هذا كله يلعب دور في مستقبل شابيب القابائل كارثة الشابيبة لازم تنقض والشابيبة لازم لها انقاض مؤجزة مؤجزة لا بقى دات لعبين مؤجزة شابيب القابائل ستقول لعبين تلت تمريرات تمريرتين مش تلت تمريرات على بعضها ما كانش والله يعيب ما يحدث في شابيب القابائل تقول لنا مع الويداد وكذا مع الويداد لعبوا بقلبهم قلنا بلي كين بعض اللاعبين كانوا في المستوى ومشكرناش الفريق كله احنا لبنا بلي فريق ناقص واللعبين ناقصين تشابيب القابائل فازوا بالقلب مع الويداد اليوم راهوا في طاكلاب يا جماعة راهوا ضعيف جدا أو جدا ضعيف جدا مواقي ماذا ضيعت كيف أقنعوا أولادي بأن هذه الفرصة ضائعة كيف أقنع هذه فرصة ضائعة مواقي بلا الفرصة الأخرى الضائعة ربما لو سجلنا وحدة فيهم ما يقدروا يرجعوا في طاكلاب في طاكلاب فريق ضعيف نقدروا نربهم ونقدروا نفوز عليهم بهذا ولو تسجل هدف من الأهداف هذه كانت النتيجة راح تكون لصالحنا هكذا قاعدة في كورة القدم تراطي تونكيسي هدف سادج هدف والله ما يدخل في شبيب القابائل ولكن أمام لعبين ناقصين في مستوى كورة القدم مع كل احترامات لكل اللاعبين ناقصين يدخل هذا الهدف ويدخل الأهداف سادجة أخرى لايك على الفيديو وعبوني في القناة وتركوا لنا تعليق من هو المتسبب في خسارة وضمار شبيب القابائل مابدو جديد سادم خاوتي